تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكية وبداية مع مولود برج الحمل يلي كمان عم بعيش أجواء مهنية غريبة عليه ورح تحمله باتجاه عالم جديد بالإضافة لمصالحات مع زميل أو محيط عمل اختلف معهم بالسابق على بعض الأمور الخاصة وأما عاطفيا علاقتك مع الشريك عم تتمدل من حال إلى حال أفضل ولكنك متخوف من تكرار موقف سابق كان سبب بخلاف كتير كبير بينتكن مولود ده برج التوري اللي عم نشوفه كمان مهتم بمتابعة بعض القضايا التمويلية وبنفس الوقت عم يجتهد على تحسين وضعه المهني مع أكتر من جهة ومن المحتمل أنه يتأخر تنفيذها وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن فراغ أو أهمال عاطفة ابتدت تشعر بالسلبيات وعلى حياتك النفسية بالرغم من التنازلات يلي عم بتقدمها بهدف تحقيق استقرار سابت بعلاقتك مع الشريك مولود الجوزاء ما زلت غير مقتنع بالتغييرات يلي ما أنصفتك أبدا على صعيد المهني فكأنك كنت موعود بحل أو بمنصب معين وأصبح لغيرك باللحظات الأخيرة وأما عاطفيا عم تتوضح قدامك الرؤية بشكل إيجابي مع الشريك وتبدو متفائل بالمرحل الجاية ومستعب لألها بكل حماس مولودة برج ألا السرطان عم تتبدل ظروفك في العمل وتبدو مهتم بمتابعة نشاطات مهنية مختلفة عن السابق ومتعلقة ببلد تاني أو حتى بالخارج وقد لا يخلق الأمر من بعض المفاهيم والإقوانين يلي ممكن أن تفاجأك وأما عاطفيا رح تنجح بمحاصرة الأفكار المعادية لمقترحات الشريك المرتبطة بحياتكم الخاصة واللي عم بتسبب توتير الأجواء بينك وبينه على أبسط الأمور مولود الأسد الوقت مناسب لبرمجة أعمالك وخصوصا للي عم يشعروا بالخطر أو من عدم الاستقرار بداخل محيط المهني ومن المحتمل أنك تبدأ بمجال مختلفة عن مجالك الحالي وأما عاطفيا عم بتوفر لك الفرص المناسبة لحل حلة المشاكل يلي عم بتواجهك مع الشريك ولكن بما يتناسب مع ظروف اللحظة يلي عم بتعيش معه مولود العزراء عم بتعيش وضع مهني خاص من خارج محيطك الاحتيادي وممكن يجبرك على تحمل مسؤوليات إضافية أو يخليك تتوقف عن عملك الحالي وأما عاطفيا عم بتتعقد الأمور بينك وبين الشريك على أمور تعتبر سطحية للطرفين ولكن مهمة بالنسبة لمستقبل علاقتكم سوى على المدى البعيد مولود ده برج الميزاني اللي كمان عم يجتهد على تأسيس عمل جديد ولربما ينتقل باتجاه خيار بديل عن يلي كان عم يخطط لتنفيذه بالسابق على الصعيد المهني بالإضافة لترتيبات مالية جديدة بانتظارك وأما عاطفيا تبدو مجبر على تحمل تصرفات الشريك بالرغم من عدم تأديره لمشاعرك تجاهه وبنفس الوقت متأمل بتحسين صورتك وتحسين صورته والسلوكه معك مستقبلا مولود العقرب ما زلت معلق بماضيك بالرغم من محاولاتك للتغيير من اسلوبك وأهدافك اللي عم تفرض عليك الظروف وأما عاطفيا كأنك عم بتخطط لمستقبل عاطفي سابت ومستقر والفلك عم يتحدث عن بداية مشاعر حلوة باتجاه شخص جديد وخصوصا عند الراغبين بالأمر مولود القوس عم تتغير الأمور بشكل إيجابي وتبدو متفائل على الصعيد المهني ولكن عم ينقصك الحنك بالتفاعل مع بعض الزملاء وخصوصا عند يلي باشروا بوظيفة جديدة أو يلي كمان بدلوا مواقعهم بالعمل وأما عاطفيا رح تتخلى عن التزامات سابقة ممكن نتعرضك للإحراج مع الشريك بسبب عدم قدرتك على تحقيقة بالوقت المحدد مولود ده برج الجديد تبدو غير مطمئن من نوية بعض المحيطين فيك على الصعيد المهني ومن الضروري استيعاب الأزمات الاقتصادية اللي عم بتعيشها بالوقت الحالي وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن ظروف غير متوقعة ممكن تأثر على معنوياتك مع الشريك والمطلوب منك توضيح بعض النقاط المهمة لقلوا بدون أي تردد مولود ده برج أدلو عم بتفكر بطريقة مهنية مختلفة عن السابق ممكن تجبرك على تغيير نظرتك ببعض القرارات اللي كانت اللي كنت عم تتحرك عليها بالفترة الأخيرة وأما عاطفيا تبدو تصرفاتك غير مرحب بأفية بالنسبة للشريك ومن الضروري تحديد مواقفك ببعض المواضيع الخاصة والتحرك عليها بدون تضييع للوقت وآخر الأبراج معنا مولود الحوت يلي كمان عم يستعد لتغيير اتجاهاته المهنية وبنفس الوقت راح تواجهه بعض الصعوبات المرتبطة بوضعه المادة بالإضافة لمصالحة مع جهة اختلف معها بالسابق وأما عاطفيا عم تستعيد سأتك بالشريك والأوضاع تبدو أفضل من قبل وكأنك أمام خيارات مفتوحة مرتبطة بحياتك العاطفية هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر مايو 2021 ولكن اللي على بالهم يتواصلوا معي ويعرفوا أكتر شمخة بالهم اسمهم حتى أو برجهم وتاريخ ميلادهم الحرفي أو الرقمي وكمان حتى الخارطة الفلكية شو بتحمل معها من تغييرات إيجابية إن كان على الصعيد المهنة أو العاطفة حتى الأمور العاطفية كيف ممكن نحسنها ونطورها وكمان نخليها أن تكون تتناسب مع مصلحتنا ومصلحة استقرارنا العاطفية كل هيد الأسئلة أجوبتها عنها وفيكن تحكوني على 0961-7177-8586 والرقم الثاني اللي هو 0961-7177-8587 أنا جمعنا وهي بودعكم وبقلكم اتضلكم بألف خير باي باي